الهاشتاج اللي انطلق من جمهور الثالثة واللي حصل تفاعل كبير لحقيقة زميلي في الاعداد بيقولولي ومشكورا جريدة وموقع اليوم السابع دائما وابدا زي ما زميلي بيبلغوني في الكنترول اهو قدام حضراتكم اليوم السابع ينضم لحاملة اونسبورت وابراهيم فاق كلنا وراء منتخب مصر شكر كبير جدا جدا الحقيقة لليوم السابع وبشكرهم جدا جدا الحقيقة لأستاذ دندراوي هواري على التقاطهم على طول لهاشتاج وللمبادرة والأستاذ محمد مراد وكتب وقالك انضمت جريدة وموقع اليوم السابع للحملة التي يقودها الاعلامي إبراهيم فاق على قناة اونتايم واطلاق هاشتاج كلنا وراء منتخب مصر قبل مباراة الهامة والمرتقبة العامل الاساسي صحيح للنجاح وبالتالي هو وجودنا فيه ظهرهم شكر كبير جدا جدا لليوم السابع وهذا هو الشريك الاصيل الشريك اللي دايما يقول لك انا موجود علشان منتخب مصر والبداية هي جت من اليوم السابع يلا عايزين كل مواقع مصر ان شاء الله بإذن الله تشتغل عليها عايزين كل الصور توصل للعيبة بتاعتنا عايزين كل الرسائل الإيجابية تصل للناس مش بس من برنامج جمهور التالت لا 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 احنا عايزين الموضوع يبقى اكبر من كده بكتير عايزين كل جرائد مصر وكل مواقع مصر زي ما اليوم السابع الحقيقة ما عملوا كده عايزين كل مواقع مصر وتبقى الحملة دي الحملة دي بتاعت مصر كلها تبقى الحملة دي بتاعت مصر كلها مش بتاعت برنامج ولا بتاعت قناة لا 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 احنا كلنا عايزين نبقى في ظهر منتخبنا الوطني وهو ده اللي عهدناه في وقت الشدة الحقيقة لازم الناس يوصلها الرسالة بتاعتنا خد بالك انا كل ده بتكلم على منتخب مصر كل ده انا بتكلم على مين على منتخب مصر ما تكلمتش على منتخب كودفوار كل ده هو شحن معنوي محمود لمنتخبنا الوطني كل ده هو تأكيد على قدراتنا الحقيقية كمنتخب وكعالم بلد يقدر يعبر عن نفسه بالروح كل ده وانا ما بقللش خالص من منتخب كودفوار على العين وعلى الرأس منتخب كبير بس احنا كمان منتخب كبير عندهم 11 لعيب بس احنا عندنا 11 لعيب احنا كمان وعندنا عزيمة وعندنا إصرار وعندنا روح الفنلة بتاعتنا اللي دايما بتظهر ويظهر معدنها في وقت الشدة وعندنا التاريخ اللي قال ان احنا نقدر وعندنا اللعيبة اللي تقدر تأكد التاريخ ده في المتش اولا ما الحكم يصفر اه صوت التاريخ بيسكت بس صوت الحاضر بيتكتب واحنا نقدر نعمل ده